النهاردة هنعمل اثبات الهوية لجوجل ادسنس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلا مزايا ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعث الصلاة والسلام من سيدنا النبي اللهم صلى وسلم وزيد وغارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه موضوع النهاردة باختصار كده انا ندخل جوجل اللي قيته مطلوب مني اسبات هوية تمام او اتخاذ بعض الاجراء هندخل نعملهم مع بعض تمام طبعا احنا اه قبل كده شرحنا اه ازاي تسيب برا ايكونة نفسها على الشاشة رأسية هنا في اه تليفونك تدخل عليها تضغط على ادسنس على طول بدلا ما تكتب ادسنس وترجع فيه بعض الاوقات بتضطر ان انت تسجل من تاني وكده فبنسيبنا ايكونة برا بس ايب لكم ان شاء الله الرابط في الوصف تمام هتضغط هنا على اه معلومات الدفع او اللي هو الايكونة بتاع جوجل هيدخلنا على طول على اه مباشرة تمام اه يحمل معنا ان شاء الله يحمل ان شاء الله يحمل 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 عادي يعني كل الناس بتحصل معها النت كده يعني تمام اه 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 ابو ليه الدفعات من يوتيوب معلقة بسبب مشاكل في اه حسابك يجب اصلاحها ممكن ارد تخطي على اتخاذ اجراء ولو شفت الرسالة اللي قبلها برضو تم تعليش دفعتك حاليا ويجب اتخاذ اجراء من جانبك هي نفس الرسالة ده مضمونها بروح اضغط على اه اضافة بعض المعلومات عنك للمتابعة. هنا في الدفعات دي هيو ده المربع ده واللحمر ده بضغط عليه. تمام? وياسة بس لصوت الاولاد والله يعني كده. بعتزر من جميع. تمام? اه هو بيقول هنا ايه اللي مطلوب? يجب اثبات هويتك او المساندات اللازمة. اه عشان تستلم اه دفعات من ادسنس او مواصلة تحقيق الربحة اصلا من اليوتيوب. تمام? مهو. يجب اثبات هويتك للاغراض التالية. عشان تستلم دفعاتك او عشان وكمان عشان مواصلة تحقيق الربحة. تمام? بطاقة تعريف تتبت هويتك. رخصة قيادة. تمام? بطاقة هوية جواز صفر تصريح اقامه. اي حاجة من دي هتنفع في اثبات الهوية. تمام? برضو مزيد من المعلومات مش عارفة. المهم ان انا هاضغط على اوافق طبعا. كل موافقة. على المربع ده ضروري. تمام? وبعدغط على بدء اعملية اثبات الحوائية. تمام? الاسم القانوني واختيار نوع بطاقة التعريف. الاسم القانوني لو جيت هاضغط على كده. هيجيب لي نفس الاسم اللي موجود في ادسنس اللي انا اصلا من غير مكتب. صح? هيظهر لي هنا كده. تمام? هاضغط كده هطلع لفوق. كده خلصنا الاسم. والاسم تأكد بالله عليكم قبل ما تعمل اي حاجة. تأكد ان الاسم اللي في ادسنس هو اللي انت هتقدمه البطاقة بالزبط. مفوش اي اخطاء يعني. تمام? اه هنروح هنا اختيار اه نوع البطاقة التعريف. اضغط عليها. انا هاختار ايه هنا. ممكن نخصد قيادة جواز سفر بطاقة هوية تصريح اقامة. احنا بالنسبة لنا في مصر هنختار بطاقة هوية. اه. دي بطاقة الهوية. عندي بقى هنا اختيارين ودول مهمين جدا. يعني حاجتين لازم اضفهم. حاجتين لازم اضفهم. والجهة الامامية في بطاقة التعريف تمام? وهعمل تحميل. والجهة الخلفية في بطاقة التعريف وهعمل تحميل. طيب لما بيجي يطلبها منك تكتاني مرة. تمام? لو ده ما ظهرش معاك. لو ده ما ظهرش معاك. هتضغط على اه تحميل ملف تمام? وتدخل تختار مرة اه الجهة الامامية من البطاقة وهترجع تاني. يعني هتعمل التالي. لو ما جابلكش او لو ما ظهرش قدامك كمان ادخال اه ملف اخر تمام? ترجع ما تكملش ما تكملش بجهة بجهة واحدة من البطاقة. ما تكملش بجهة واحدة من البطاقة. ارجع تاني. ممكن تاخد البطاقة اه يعني الجهة امامية والجهة الخفية في اه سكرينة واحدة عن طريق اي برنابج منتج تحطهم جنب بعض وتاخدهم سكرينة واحدة. تمام? ده لو مطلوب منك يعني لو ظهر قدامك اضافة حاجة واحدة بس. تمام? وفي غالب الاوقات هيظهر منك فهيظهر فيك ده بس انا بنوه عن بعض الاشخاص هيظهر لها الحاجات دي. او لما تجي تعملها تاني مرة لو حصل اخطاء او حاجات مني. تمام? باضغط على الجهة الامامية هنا تحميل. افتكروا ان ده الجهة امامية. تحميل بروح على اه المستندات هنا. ده اللي بيدخلني طبعا على اه التليفون بتاعي. تمام? بروح برجع كده الاخيرة. الامامية هنا دي الامامية بتاع اه الامامية هنا. تمام? خلص تحميل بروح تخالص احنا مش مستعجلين. ولا انتم مستعجلين? اللي مستعجل يطلب شاي ويطلب لي معاقة. تسكت. واللي عنده عيس ان داوتش يبعته بسرعة. بولي قد تعذر كراءة ما هو مكتوب في الصورة اللي اتحملتها يرجع عادة المحاولة احرس على ان تكون الزوية الاربع لبطاقة التعريف ظاهرة في الصورة والربنا ظاهرة. مش مش عايز انه. طيب نروح للجال الخافية كده يمكن يقول لك اتتعذر برضو. عشان نشوف العيب في اني قاني. تمام? روح تاني الجالة امامية ربنا كرمه هو. تمام? الجالة امامية يا مساهل. المهم يبقى اهو كده تمام. يبقى انا عندي دلوقت ايه? الجالة امامية والجال الخلفية. الاتنينة جماعة. بالله عليكم. بالله عليكم. لو لو الاختيارين دول ما ظهروش معك انت تضيف الاتنين وتأكد من كده. تمام? لازم تتأكد ان انت ايه? ها? تضيفت الاتنين حتى لو في سكرينة واحدة بس عن طريق لو ما ظهر لك شلا ايكونة واحدة. تمام? بضغط على التالي. التالي. تمام? بيطلب مني ادخال عنوان الشارع والشقة والجناح المدينة المقاطعة رمز البريدي وبعدين ارسال. تمام? طبعا المقاطعة اللي هي اه المحافظة. هنا ادخال اهلية. ادخال اهلية. ادخال اهلية. اهي? تمام? الرمز البريدي. هو ظهر كده بمبانا عن البيانات اصلا من المكتوبة في ادسنس. تمام? المدينة برضو ظاهر عن البيانات اللي موجودة في ادسنس. الشقة او الجناح. انوان الشارع. الخرد مش موجودة. ناية اهو. تمام? زي ما هو انت بتضغط بس هو كده بيحمل معاك. اه. زي ما هو البيانات اللي افعت سنس بتتربط معاك هنا تلك. تمام? وبروح على ارسال. انا مش رضي اقطع اي حاجة عشان امشي معاك خطوة بخطوة. ارسال. اه? هو بس عبنت عندي يعني اشوف هو كان كان دلوقتي ده من بلعب من 18. اهو زيرو. ده عبنت عندي انا بس. تحميل. فبعتزل من حضراتكم. تمام? واللي ما جابش سندوتش اول مرة لما كان لسه بيحمل في في سلوطة البطاقة. باللي عليكم يجب لسندوتش لبعده. طيب بولي جاري تأكد الهوية. نشكرك على ارسال معلوماتك. هتستغرج عملية اثبات الهوية بضعة ايام. سنرسل اليك النتائج في رسالة الكترونية. كده خلاص خلويس. خلصنا. بس. ان شاء الله نستقبل برضو رسالة ان شاء الله. حسنا. شكرا يعني. بس. او هنا في الرسالة دي تغيرت. مجاري اثبات هويتك. يرجى الانتظار بضعة ايام لإتمام عملية اثبات الهوية. هو ده كل الموضوع. ان شاء الله برضو يعني ايه. هنشوفها ان شاء الله اول ما تكمل هعرف حضرك. تمام? يا الله في امان الله مؤقتا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعنا النهار ده يعني تاني يوم. نهر دي هندخل كده على ادسنس. ونتطمن. هل عملينا مبارح صح? عملينا مبارح تقريبا في نفس التأويد ده تقريبا. هندخل كده ونشوف ايه الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرسالة الحامرة دي لسه موجودة ولا لا. تمام? هنتأكد برضو هل تم الحل ولا لا. تمام? ده كده مصر رجع كده رجع كده رجع كده رجع كده. تمام? مفيش ايه حاجة. رسالة الحامرة مفيش. تمام? يعني كده راحت. ماشي. الرسالة اللي هنا بسبب الحرب دي خلاص مناش دعو بيها. عند كده هندخل على علامة الاشعارات دي. الاشعارات. تمام? بقول لي لا يوجد اشعارات جديدة. هدخل على كلمة دي الاشعارات السابقة. تمام? اهو قدامي الدفعات من يوتيوب معلقة بسبب مشاكل مش عافية. تم الحل. تم الحل. تمام? بحنا كده حلينا المشكلة. تمام? ايسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجينا النهاردة كده يوم ايه? النهاردة السابق. تمام? يعني بعد اه بعد مبارح بيوم. تمام? وندخل كده على السنس انا عايز اتاكد بس ان كل حاجة تمام. يعني خلاص اه كل حاجة فوق كده ولا ايه? تمام? في رسالة فوقيات يا تراخير يا رب. تمام? بيقول ايه بقى دلوقتي دفعاتك معلقة لانك تحتاج ل ايه? صحة عنوانك. صحة العنوان اللي هي ايه? اللي هو البنكود. يبقى هو كده ان شاء الله اه بعت البنكود. تمام? وصلت? يعني كده خلاص اه اه اثبات الهوية خلص كده تقابل. تمام? نشوف الرسالة اللي فوق كده. دفعاتك معلقة لانك تحتاج ل ايه? اثبات صحة عنوانك. لو روحت على اتخاذ اجراء كده. تمام? هيقول لي هيقول لي اثبات صحة الهوية. اثبات صحة الهوية مكتمل. اهو. هنا التحقق من العنوان بحاجة الاهتمام. تمام? ده ان شاء الله. اه لما اه اه ادخل رقم تمام? ده بقي لك تلات مكونات. تمام? ده ان شاء الله لما الرسالة ان شاء الله لما البنكود يوصل هندخلها. تمام كده? يبقى احنا ايه? بقى عندي اثبات الهوية مكتملة. احنا كده خلاص. تمام? احنا كده في انتظار البنكود ان شاء الله. وعندك مرسل آآ يوم تسعتاشر نوفمبر. يوم تسعتاشر نوفمبر اهو. آآ النهاردة ايه? النهاردة عشرين. تمام? ده بتاريخ مبارح. يعني معبوط مبارح. تمام? ان شاء الله بعد واحد وعشرين يوم لو ما وصلش. بعد واحد وعشرين يوم لو ما وصلش. هنعمل اعادة ارسال الرقم التعريفي تاني من هن. تمام الكلام? يقدر في امان الله جميعا? اي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع في امان الله? السلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته.